اشتركوا في القناة هل حزدتها على السفر مثل ما تشفنا الان خبرنا اكثر عن هذه الدراما اللي تشفناها شو رأيك كمختص او كدكتور فيها طيح الدراما جميلة هي ومأساوية في نفس الوقت لكن خلينا ناخد نحوط قاعدة في البداية حديثنا لو جينا قلنا ما هو تكوين الانسان كيف يتكون الانسان الانسان يتكون من ايش من جينات الى سابع جد بعد كده ما تعلمه في البيت بعد كده المجتمع وحواظر المجتمع بعد كده تصرفات غير واعية تصرفات بدون واعي فالاربعة هذولا هي من اي نوع هي من النوع البيئة البيئة ايه سوت فيها هي فين كانت عايشة كيف كانت تربيتها كيف ترعرعت وكيف نشأت نعم نشأت في بيت ايش هو ايش وضعه شك ولا كان دائما السلوكيات اللي اكتسبتها من والدها كان فيها شك كان دائما حاسة بشكك 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 مكتسبة بالتأكيد او من الجينات كما لا تنسي زي ما قلنا هو الحاجة لجد السابع لجد السابع بعد كده اللي تعلمته في البيت نعم اكتسبته من الوالدين بعد كده من المجتمع بعد كده بنتصرف بدون واعي نعم تخيل حتى هذه بنتصرف بدون واعي صحيح لماذا هي بتشك في جوزها اكيد شافت عليه حاجة بس هو كمان ما عرف يتعامل معها هنا هذي مشكلة تانية نعم هو اشتكى طيب ايش سوى لما شافها انها هي بتشك 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 كل حاجة بتشك فيها بتشك فيها هو عمل ايش راح ترى عن الشك وكيف يتعامل مع الشك مع الانسان الشكاك او الشخص الشكاك ايش سحب نفسه سحب اولاده صحيح حرام نجن دكتور زهر وايد احيان في حياتنا او مشاهدات او بعض اللي حوالينا ممكن يكونوا رجال ام نساء ممكن يكونوا ايضا زوجات ممكن يكونوا ازواج وعندهم هذه المشاعر السلبية اللي هي الشك كيف نقدر او مشاهديننا كيف يقدرون يدخلون عن هذا الشك وكيف نحن كأشخاص نتعاملوا معهم علشان اكيد نخفف من هذه المشكلة عندهم الشك هذه ترسبات من الماضي حاصلة زي ما قلنا من اية واحدة من الاربع هل انا جات في جيناتي الشكك هل انا اكتسبتها من البيت هل انا اكتسبتها من المجتمع هل انا بتصرف بدون وعي ام ممكن تكون مشاكل صحيح مشاكل مسبقة مع الشخص نفسه مع الشخص نفسه في البيت هم كان فيه شكك دائما نعم الابوها كان يشوك من امها حاجات من هذا القبيل في المدرسة زميلاتها اكتسبت الحل نعم التصرف الشكك هذا لما اكتسبته ورسخ فيها نعم حسنا وصارت وصارت في البداية مجرد سؤال وفي البداية يبدأ بسؤال لماذا هذا 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 لهذا الحصل ام من ما حصل نعم بعده يزيد لما يزيد عن حده يحصل اللي عنده شكك في غسير الدين ولسواس القهري ووسواس القهري دخلنا في البداية وشكك نعم صحيح او انا صليت ام لم صليت اربعة ام ثلاثة نعم صحيح هذي بدايةها من هو الانسان السوي نعم تعريف الإنسان السوي سيطلع إيش هو كل إنسان لديه مشاكل نفسية ومسيطر عليها ملاحظة؟ كل إنسان لديه مشاكل نفسية ومسيطر عليها بعض الأحيان يقولون أن الأشخاص فعلاً اللي يكونون ناتحين في حياتهم لو سمعنا سيرتهم الذاتية من الطفولة ليلة الكبر تلقاهم أشخاص ويدة تعذبوا بمرحلة الطفولة المفروض أن يكونوا فعلاً أمراض كتلة على الأمراض النفسية صحيح من هو الإنسان الغير سوي؟ من؟ هو كل إنسان لديه مشاكل نفسية وعملت له إعاقة نعم فإذا الشكك عامل لي إعاقة فأنا إيش؟ مريض نفسي إنزين هني السؤال كيف نقدر نتغلب على هذه المشاكل النفسية اللي عند كل الأشخاص؟ في الآخر نحن أشخاص طبيعيين كلنا عندنا مشاكل مشاكل نفسية قلت ثقة بالأشخاص سؤالك جيد جداً بس هو المشكلة في حاجة تعمل لي إعاقة وفي حاجة مش عامل لي إعاقة نعم أنا الآن نحن في الحديقة هنا لو طلع لي أسد حامل إيه؟ بركة بركة مضبوط؟ نعم هذا إعاقة نعم لكن لو طلع لي مثلاً حاجة قطة أو حاجة زي كده هذا إيش؟ هذا إعاقة ما تغيط حلوك نعم يعتمد نعم هذه إعاقة إيش نوعها؟ فهي عندها إعاقة الشك جوزة ليش ما انتبه لها؟ ليش ما عالجها؟ أنا أعتب على الزوج نعم ليش ما عالجها؟ ليش ما راح قرأ وشاف لها حل؟ ليش ما عرضها على ديكاترا؟ نعم هو كل اللي سوا إيش؟ منسحب نعم دكتور زهرف بعض الأحياني يقال بأن في طبع وفي تطبع له سلوك مكتسب كيف نقدر نسوي كنترول على أعمارنا أننا مثلاً بعض الأشخاص عصبيين في حياتنا أو أصدقائنا نكتسبه هذا الشيء لا إرادي كيف نقدر؟ زي ما قلنا في البداية التبصر أنا عيش أبغى أنا عيش أبغى أبقى أكون إنسان محبوب ولا إنسان منفرد لحالي معزول ما نشوف أنت الإنسان المعزول ليش؟ ليش هو انعزل؟ هو كاره المجتمع وكاره الناس؟ ولا الناس عادوا فانسحب نعم يتبصر إذا لم يعرف لازم يسأل لازم يروح لطبيب لازم يروح لأخصائي عشان يعلموا كيف يتعامل مع الأخلي علاج نفسي كيف يتعامل مع نفسي مهم؟ كيف يتعامل مع الآخرين مهم؟ دكتور زهر في بعض الأحيان في بلادنا العربية دوم يوم مثلا نفكر أن نصير لدكتور نفسي يقال بأننا حد مينون كيف نصل لدرجة وعي فعلا أننا كلنا ممكن نكون عرضة للأمراض النفسية فعلا ممكن يكون من أزمة مرت على شخص ممكن تكون من عقبة في الحياة كيف نستطيع فعلا نكون وعيين من هذا الجانب؟ أنت عرفتني في البداية ما قلتي؟ استشارة علاقات أسرية نعم استشارة هو ليس مرض نحن نأخذ استشارة نستشير نسأل أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم دعونا كلها استشارة استشارة صحيح هذا كل ما نفعله ليس طبيب نفسي أو خصائي نفسي لا نحن نذهب إلى استشارة أنا لا أعرف حل المشكلة هذه فأسأل عنها نعم بكل بساطة استشارة نعم دكتور زهير في بعض الأحيان في حياتنا عندنا أحلام وعندنا أيضا أهداف وعندنا كل الإيمان والقوة أن في يوم الأيام بنوصل لهذه الأهداف وهذه الأحلام أننا بنحققها بس في بعض الأحيان عقبات في حياتنا تثبت هذه العزيمة خبرنا لو حد من الأشخاص عند بعض العقبات كيف يقدر يجتازها بقوة وإيمان أنه في يوم الأيام بيوصل هو هدف عنده هدفي يحقق الهدف كيف يحبه ورغمته لهذا الهدف والتمسف أيضا الشغف 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 كيف أحتاجه وكيف أريده نعم تخيل هذه الحكاية أرجع للمزاكريتك عندما كنت في حاجة معينة وتبغيها وتبغيها ماذا عملتك لتبغيها صحيح قوة يجب أن يكون هذه القوة ياه نفسي في حاجات كثيرة أنا نفسي في لي ونفسي في لي طيب وأنا قاعد محلي ما حققت حاجة نعم لازم أسعى الحكاية هذه أنا أريد هدفي عشان أوصل لي عشان أعمل بصمة في المجتمع نعم عشان أعمل حاجة هذا مهم جدا قوة الرغبة إذا فيه قوة رغبة قبل قوة الرغبة إيش فيه أستاذة حب النفس نعم إذا يحب نفسه هيحقق ذاته هيحقق رغبته نعم هل التركيز على الحلم أيضا له مثلا نتيجة إيجابية في تحقيق هذا الحلم أو الهدف أنا حلم حلم اللي في الليل أو أنا أحلم الأحلام الواقع في الحياة وأنت مبنائي جميل جدا أنا أقول لك أحلمي وتخيلي وتصوري الجبين هذا نعمل زي الشاشة زي الشاشة التلفزيون أغمض عيني وأتخيل وأحلم التكرار 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 سأصل بإذن الله نعم أو كمان فيه حاجة تانية تعلمناه فاكتبه حتى تصوري أمثل الدور عيش الدور سأصل بإذن الله نعم 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 غيرًا تعلم نعم نعم باكتب وذي نعم 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 نبحث فيها اللي تحبي ولي تكرهي فنبحث فيه يا رب حقيق لي الأمنية هذه عقلي غلباطاً سيشتغل بإذن الله لكي يحقيق لك الأمنية هذه إن شاء الله ولكن كل مهم هذه هي برنامج هاشتاق الإيجابية أكيد كلهم نتمنى أنهم يحققون أحلامهم نبحث ونسعى نعم دكتور زهير خشيم أكيد ويتسعد بلقائي وياك وأشكر تلبيتك لدعوتنا لبرنامج هاشتاق الإيجابية شكرا لكم على كمانصاري أشكرا